احذر من النصب والنصابين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهاي قناتي مذكرة ما مرد بحييكم من دولة قطر وبقدم لكم هذا الفيديو عن النصب على الناس خصوصا المقيمين بالخليج ولو عجبك العنوان تخليك معنا على الآخر هاند واشنك هات الماسك اليوم بدي أحكي لكم عن عدة طرق للنصب بتعرض لها كثير من الناس خصوصا الممردين وأغلب هاي الطرق شائعة جدا في دول الخليج يعني أنت بس تلاقي شغل في الخليج وتشتغل رح تتعرض لمعظم هاي الطرق لأنه أغلبية الناس في كل دول العالم ما يخدين فكرة أنه الإنسان اللي في الخليج معاه مصاري كثير فلو نصبنا عليه بمئة دولار مئتين دولار ما رح حس فيهم صراحة لو أنت جاعد في بلدك ويجاك إيميل من شركة توظيف أو من واحد عامل حاله شركة توظيف صارت معي مرتين أو ثلاث إحنا مستشفى كذا وكذا في أبوظبي وشفنا السيفي تبعك على أحد مواقع التوظيف بنعرض عليك البوست التالي أو الوظيفة التالية الراتب كذا العلوات كذا بتجمع 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 بطلع راتبك راتب رائد فضائي يعني أنا مرة من مرات عارضه علي يمكن 26 ألف درهم إيماراتي طبعا هذا الرقم يمكن راتب ممرضين أو ثلاث هناك فأنا طلعت على قولة الأمريكيين هذا إشي اسمه تو جود تو بي ترو يعني من كثر ما هو حلو مبين إنه نصب وسألت نازي كثير واستشرت أكثر من واحد فقال لهذا شكله نصب لا ترد عليهم بيقول لك إحنا بدنا نشغلك وهي بعثنا لك الأفر مكتوب الشغل الإجازات بالسنة قديش لك عنا تذكرة علوات راتب زيادات كذا بس أنت روح المكتب الفلاني أو هذا رقم الحساب الفلاني ابعت له مثلا سبعمائة دولار أو ألف وسبعمائة دولار أو ألف وخمسمائة دولار وبكرة بيوصلك تذاكر الطيارة والعقد عشان توقعه وتبعثي لنا خذها قاعدة في حياتك فيش حدا بالعالم ولا شركة ولا مستشفى ولا فندق ولا أي شي بيشغل واحد بدون مقابلات هاي نقطة نقطة ثانية لما يكون الراتب أهلا بكثير من المتوقع أعرف إنها نصبة ما فيش حدا بالخليج كله أنا بحكي عن الممرضين ما في ممرض بالخليج كله أول ما يطلع كتعيين جديد بيوخذ فوق 14-15 ألف هذا مع بدل السكن مع كل العلوات اللي في العالم فلما يقول لك بعطيك 25 ألف لأ وبقول لي كمان بدل بنزين لما يعطيك راتب أعلى من اللي أنت متوقع بكثير أعرف إنه نصب رقم اثنين ما فيش شركة بالذات الخليج ما فيش شركة أو مستشفى بالدنيا بطلب من الممرض جرش واحد قبل ما يصير عندهم فإذا قال لك تفعلي مثلا 500 دولار ألف دولار هاي رسوم الفيزا هاي رسوم الإقامة هاي رسوم شعر شو قل له أنت نصاب وما بيعطيك فلوسي وعلى سيرة النصب والمقابلات الشركات اللي في بلدك لو قال لك أعطيني جرش قبل ما تلاقي شغل وتوقع عقد وبكرة طيارتك لا تعطيه كثير شركات بيكون عندها كل أسبوع أو كل شهر مقابلات كل ما تروح مقابلة بدك تعطي رسوم وفي الأخير بتحضر 100 مقابل عشان تتعين وظيفة واحدة أنا بعرف شركة بتروح لها بيقول لك هاي ورجة بس عب السيفي تابعك اكتب اسمك رقم تليفونك وشهداتك خبراتك وروح الورجة هاي بخمس دنانير أو عشر دنانير فإنت أصلا مش لجيلي شغل ولا في مقابلة بدك تدعوني إلها ليش تاخد جروش أصلا لما تصير في قطر أو الإمارات أو السعودية فيه دصش كثير من تشغل برن عليك واحد من رقم موبايل مش من رقم أرضي ولا من رقم البنك نفسه من موبايله الشخصي بيقول لك البنك اللي انت حسابك فيه بيحدث بياناته فارجع عطيني من أول جديد اسمك ورقم تليفونك وعنوانك ورقم البيت ورقم الشارع ومش عارو شو وعطيني رقم حسابك وعطيني رقم بطاقة إذا شافك أهبل رح أقول لك عطيني رقم حسابك وعطيني رقم بطاقة الصراف الآلي وعطيني الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي وبعد خمس دقايق بتلاقي رصيدك في البنك صار صفر البنك كل أسبوع أو كل أسبوعين بيبعط لي مسج زي هاي إنه هناك كثير من المكالمات الاحتيالية لا ترد على أي منها وإذا بدنا منك تتحدث بياناتك رح نقول لك تعال على الفرع شخصي وكتبها ورقة واختمها أما إنه على التلفون ما بنوخذ بيانات من حدا وأي واحد بيحكي معك بيقول لك أنا البنك الفلاني عارف أنه نصاد في قطر في قصة منتشرة كثير كل ثلاثة أيام بيجييني مسج إنه التأمين الصحي رقم كذا بإسم محمد ناصر بتنتهي مدته كمان يومين ادخل على هذا الرابط عشان يتجدده أولا تجديد التأمين الصحي بيصير بطريقتين يا إما بتروح شخصي على أي كشير في وزارة الصحة أي كشير بالطوارع أي كشير بأي مركز صحي بتعطيه متريال بتجدد لك بطاقتك لسنة الطريقة الثانية في تطبيق اسمه صحتي أظن يعني أنت دخل على موقع وزارة الصحة فأنت بتعطيني رابط مشبوعة المواقع الحكومية لازم تكون .gov.qa اللي هي حكومة قطرة أو .gov.ua حكومة إماراتية أو .gov.sa يعني حكومة سعودية أما .com معناته هذا موقع وإيميل أنت شريب أربع خمس دولار وبدك تنصب على الناس عن طريقه وغير هيك أنا عارف بالزبط أي يوم بنتهي تأميني بتضحك على مين برضو قصة تعرضت لها كثير جدا والحمد لله ما حداش عارف ينصب علي بيقول لك إحنا بريد قطر وصلك طرد فإنت أدخل على هذا المكان أو أدخل على هذا اللينك سجل عنوانك وبيناتك ورقم تليفونك ورقم مش عارف إيش عشان فيه خلل في العنوان أو فيه ناقص نقطة أو كلمة أو حرف عشان نبعط لك ما يروح لواحد ثاني فإنت بتفكر يمكن المدام طالب إيشي من شيئن يمكن واحد من الولاد بالغلط طالب إيشي من أمازون بتدخل على الموقع بتلاقي كاتب لك رقم حسابك في البنك رقم بطاقة البنك اسمك عنوانك كذا بعد عشر دقائق بتلاقي حسابك في البنك صار صفر فإذا أنت متأكد أنك مش موصي من أي طرف شو بدك بالشغلة؟ تصدقهم مش بمجرد ما تدخل قطر أو السعودية أو الإمارات أو أي مكان فيه ناس أنا مش عارف من وين بيجيبوا أرقام الناس اللي بدخلوا جديد على البلد بعرفش إليهم ناس في شركات الاتصالات طول لك كيف بس فيه ناس والمشكلة لأنه هم نفسهم ما بكونوا في البلد يعني أنا أول ما دخلت على قطر إجتني مسج من واحد عامل حاله واحدة واكتشفت أنه في الأخير في نايجيريا طبعا نايجيريا البلد رقم واحد في العالم في الاحتيال الإلكتروني المهم بيبعط لك صورة بنت حلوة وبقول لك أنا فلانة واسمي كذا وأنا موجودة في الدوحة وإذا بدك بجيك لباب البيت إذا بدك تعلي على الفندق بعمل لك مساج بعمل لك قلة أدب أنتوا فاهمين شو الموضوع في النهاية لكن امسك الصورة وحطها على بحث جوجل بتكتشف أنها ممثلة أمريكية عارضة أزياء روسية وشخصية معروفة المشكلة ما بيجيب يعني صورة بنت مش معروفة لا بيجيب لك واحد معروف فبتقول لها يا صورة فلانة انت كذاب بروح بيفجعك بلق وخلاص لو ردت عليه بيقول لك أنا باخذ على الساعة مثلا بمئتين ريال ساعتين 500 ريال إذا بدك تنام عندي أخذ 2000 ريال بس على شرط نص المبلغ هسه والنص الثاني لما أشوفك وباخذ نص المبلغ وبرجعش لأنه هو أصلا زلمة مش بنت وموجود في نيجيريا زمان كان كل يوم يجيني طلب إضافة على الفيسبوك من واحدة لابسة لبسة الجيش الأمريكي ويتقول لك أنا مجندة في الجيش الأمريكي بشتغل في قاعدة أمريكية في أفغانستان ولا في العراق كل أبصر وين وشفت البروفايل تبعك عجبني أنا مش فاهمش اللي عاجبك على بروفايل يعني أنا ما بنزل إنجازات ولا ما بطلع على الفضاء كل يوم على كل تحكي معك أول يوم ثاني يوم بعد أسبوع بتقول لك عجبني وحبيتك وبتداج عندك على بلدك أتجوزك وأخذك معاي على أمريكا بس واك في كل القصة على مية أو متين دولار حق التذكرة يعني برضو هاي من نوعية إن الموضوع من كثر ما هو حلو مبين إنه نصبه أولا الأمريكية ليش بدها تترك ابن بلدها للأشجرة وبعنين خضرة تطلع فيك مع احترامي يعني رقم اثنين مين قال لك إنه تذكر من الأردن لأمريكا أو من مصر لأمريكا أو من أي بكان في الوطن العربي لأمريكا متين دولار متين دولار هادول ما بودوك على المدينة اللي جنبك أجل تذكر الأمريكا روحها بدور رجعب بدها ثمانة تسعمائة دولار وإذا روح رجعب بتتعدل ألف ونص فشو المتين دولار اللي بدها إياهم منك بعدين هي شافتك وعجبتها وحبتك وذابت فيك وواكف على المتين دولار كل القصة في قصة صارت مع زميل إلي بدون ذكر أسماء الزلم هاد كان فيه واحد في المغرب انتحل شخصيته بكل بساطة أخذ إلا كانوا بتبع الفيس تبعه وصار يتكلم مع جرايبه وقلهم أنا فلان محتاجي فلوس داينوني حول لي إياهم بتحول له إياهم على الرقم اللي أعطاك إياه بعدينها بيفجعك بلوك فصم الحداب تحكي مع الزلم الأصلي وين المصاري اللي عليك بيقولك أنا ما أخذت منك إشي ونصب على جرايبه وصحابه ومعارفه ببلغ خيالي وفصم الحداب فدير بالك لو حتى أبوك بعت لك ميسج على واتساب أو فيسبوك قال لك بدي منك مصاري قل له أحكي معاي مكالمة فيديو أنا صارت معاي مرة من المرات إنه واحد بعتلي ميسج على ميسجر فيسبوك كتب لي هاي صورة بنتك فأنا قلت شوفي بنتك قتلت وأنا مش عارف المشكلة بنتك أحد جنبي أي شو يعني يعني مصورينها مثلا وهي ميتة ولا إيش وبعتلي لينك له فيسبوك بأجي بالدفوت على الفيسبوك بلاقي موجود إنه الصفحة الأولى اللي هي دخل البيسورد واليوزر نيم فجأة تجيني ميسج من فيسبوك نفسه إنه هناك أحد يحاول الدخول إلى حسابك في المكان في بلد ثانية فطلع أخينا بالله بده ياخد الأكاون تابعي وبعد ما ياخد الأكاون تابعي بده ينتحل شخصيتي وبعد ما ينتحل شخصيتي رح يصير يرن على العالم أو يبعطي لهم مسيجات دا ينون لمصاري أنا متضايق وفي الأخير أنا اللي أتخوزق من القصص اللي بتصير برضه أنا الشيخة فلانة بنت فلان بنت فلان آل فلان ومعي مصاري وحب برميها في الهواء والمشكلة للناس بتصدك ممكن تحكي معك واحدة أو تبعت لك مسيج إنه أنا عندي خبر حلوء أو خلفت أو صار معي أي شي في الدنيا أو جاعد بوزع سيارات أو سبايك ذهب أو كده والناس بتصدك فإن تعطيني رقم حسابك في البنك بدي أحول لك مثلا 20 ألف ريال أو 20 ألف دولار أو 100 ألف ريال أو بدي أعطيك سيارة حق ربع مليون أو أنت بعت لي مثلا رسوم التحويل 500 ريال اللي هم 100 دينار يعني وبحول لك المبلغ فالكل بيصدك وبحول أو بعطيه رقم حسابه وهي بتسرق اللي فيه زمان قبل 10-15 سنة كانت من تشري موضة أنا فلان الفلانية أو أنا فلان الفلاني محامي المرحوم فلان الفلاني طبعا أنا مثلا لنفرض مثلا اسمي محمد ناصر هذاك اسمه خليل ناصر هذا الزلمة مثلا من اندونيسيا أو ماليزيا أو شو مكان وعيلة ناصر في ماليزيا ما فيش إلا هذا الزلمة ولما يموت الحكومة رح تأخذ كل ثروته أو بنجيب أي واحد اسم عيلته ناصر وبنقول لهم هذا الوريث الوحيد فشو رأيك أنا باخذ نص الميراث وانت نص الميراث بس المهم أنهم ما يروحوا على الحكومة قديش ميراث المرحوم 700 مليون دولار وفي ناس بتقول مليار وفي ناس بتقول 10 مليار المهم أنه كل العملية هاي واقفة على 200-300 دولار تبعت له يوم اللي هو رسوم القضية طب يعني أنت محامي وربنا معطيك وإلك زبائن ملياردرية وأكيد نايم على ثروة كويسة وبدك تكسب في هاي القضية مئات الماليين واقفة على 200 دولار تبعي يعني أنا مش فاهم الناس كيف بتفكر فكر فيها شوي ببين أنه نصاب أكثر قصة شفتها على اليوتيوب بالذات وحطت عندي على القناة فيه واحدة كل يوم بتعلق وكل يوم بتعلق من أكان شكل أنا فلان الفلانية من البلد الفلاني أنا معيش آكل أنا مكسور علي أجار البيت مشان الله والله ما في إشي خلاني أطلب إلا الحاجة وأنا بديش غير بس إشي أطعم ولادي وأنا أولادي أيتام وأنا أرمل وأنا مش عارو شو طيب يعني أنت معاك حق حزمة النت ومعكيش حق رغيف خبص طعميهم والمشكلة كل يوم بتعلق عندك وكل يوم من اسم مرة بصير اسمها آية مرة بصير اسمها هبة مرة اسمها إسراء فأنا أي واحد بعلق هذا التعليق عندي بأعرف إنه مصاب لأنه كوب بيست موجود في كل صفحات اليوتيوب بكل بساطة إبلاغ حضر من وين الناس هاي بتيجي؟ معظمهم إذا كان بحكي إنجليزي أعرف إنه من نيجيريا أو من تركيا إذا كان بحكي عربي أعرف إنه من المغرب أو الجزائر أنا مش قصدي إنه أهل هاي البلد مش كويسين لكن يعني المغرب فيه ممكن ثلاثين مليون إنسان منهم خمسة ستة بيعملوا هاي الشغلة لو بدك تسأل عن أكثر بلاد في الدنيا من تشر فيها الاحتيال الإلكتروني أكبر بلد في العالم نيجيريا أو أكبر بلد في الوطن العربي المغرب فعشان أنبهك إنه هذا إنسان لا هو صاحبك أو أخوك اللي بيحكي معك ولا هو صاحب مستشفى بالدوية عينك مثلا ولا هو أصلا بفهم عربي ولا هو الإنسان اللي أنت بتفكر فيه ولا هو جاعد في البلد اللي أنت نفكر إنه جاعد فيه يعني بيقولك إحنا مستشفى في قطر وهو صلا قاعد في المغرب أو إحنا مستشفى في دبي وهو قاعد في نيجيريا عادة بتصير فلا تخلي حدا يضحك عليك كيف بدك تنجو من هاي الأنواع من الاحتيال أولا انتبه للإيميل اللي بيبعث لك إياه لازم لو أنا بدي أبعث لك أنا بدي أشغلك في قطر مثلا لازم يكون آخر الإيميل at hamad.qa at m-o-h dot gov dot qa لازم يكون كلمة قطر في الأخير أو qa مش يكون at hotmail مش يكون at yahoo مش يكون at gmail هذا بيكون حساب شخصي مش حساب دولة أو حكومة لا تعطي أي شركة قرش واحد قبل ما تشتغل بعض الشركات في الأردن في بعض البلاد بتوخل منك فلوس رسوم المقابلة أو بدل ما دوروا لك على شغل لكن لو شغلك في قطر في مستشفى حكومي قطر بتدفع لك هاي الرسوم لو لقو لك شغل مثلا في مستشفى خاص في دبي أو في السعودية ادفع لهم لكن تدفع لهم قبل سفرك بيوم مش تدفع الفلوس في الأخير ما يرضو الجماعة يعينوك لو البنك بده منك إشي روح له شخصي ما في إشي اسمه تعديل بيانات أو تحديث بيانات على التلفون وعطيك رقم السر ورقم الحساب ورقم بطاقة البنك هذا كلام نصب خليك متذكر كل بياناتك إمت بتنتهي البطاقة الصحية وإمت بتنتهي الهوية وإمت بتنتهي الجواز وكل الأشياء هاي لأنه لما يقولوا لك ادخل على هذا الرابط بتحدث لك جواز سفر أو تأمين الصحي تعرف إنهم نصبين لأنه أصلا أنا حدثته قبل أسبوع أو ضيله ستة شهر لما ينتهي خليك متذكر هل أنت موصي على طرود هل أنت مشتري إشي أونلاين هل في إلك إغراض عند شيئان أو أمازون أو غيرهم نقطة مهمة ابعد عن النسوان حتى لو بدك تجل حياك وتتعرف على وحدة أو بتعمل الغلط والحرام مع وحدة لا تتعامل مع حدا أونلاين لأنه 99% يا أما واحدة بتنصب عليك وتسعملية تسعملية تسعملية بالمية واحد بنصب عليك وعامل حاله بنت بكل بساطة لو بعط لك مسج وقال لك أنا بنت يمسك الرقم اللي بيحكي منه وحطه على تركولر راح يقول لك هذا فلان فلاني عايش في نيجيريا وهذا هو مفتاح نيجيريا عشان تعرف أول ثلاث أرقام على الشمال ببينه أنه نصاب ولا لا تذكر أنه ما في حدا بيعطي فلوس لوجه الله فلما واحد يقول لك أنا بدي أعطلك 500 مليون بس أعطيني 100 دولار يقول له أنت ما معك توكل وال100 دولار بالنسبة لك كنس لا تعطي باسووردك باسوورد إيميلك باسوورد حسابك في البنك باسوورد بطاقة البنك باسوورد أكاونتك في في تويتر في فيسبوك في يوتيوب في تيك توك أي نوع من أنواع البيانات الخاصة إليك لا تعطيها لإنسان مهما كان السبب إلا إذا كنت في مركز أمني وفي تحقيق رسمي يعني لما أخوك أو أبوك أو حدا جريب جدا منك يبعط لك مسج يقول لك بدي فلوس يقول له رن عليك وإذا كنت ببلد هو ببلد يقول له افتح مكالمة فيديو بدي أشوفك بعيوني الله يبعدنا وابعدكم عن النصب والنصابين ولسه فيه طرق كثيرة ما أذكرتها لو أذكرتها طبعا لكم جزء ثاني لكن بشكل عام خلوا بالكم من النصبين ودائما نذكر أنه يعني الموضوع أحيانا من كثر ما هو حلو بيبين أنه نصب لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم ورحمة الله